طبعاً آخر حاجة فيما يتعلق بإنجلترا النهاردة ألان شيرر طبعاً ده الهدف التاريخي طبعاً للمنتخب الإنجليزي اتكلم عن أمم أفريقيا وقال طبعاً اتكلم عن ليفر بول تحديداً وقال لما يغيب ساد يوماني ومحمد صلاح عن ليفر بول ماتشين وربما يبقوا ثلاثة أو أربعة يقصد لو منتخبات السنغال أو مصر يعني يكملوا شوية لقدام في ظل منافسة شرسة جداً بين ليفر بول ومانشستر سيتي وتشيلسي على بطولة الدور الإنجليزي فقال من المؤكد أن هذا أمر سيؤثر بالسلب على نادي ليفر بول وخاص بالذكر محمد صلاح قال وتحديداً محمد صلاح الذي ينثر سحره في كل الملاعب ده كان كلام ألان شيرر طيب